اشتركوا في القناة اعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة تراجع معدل التضخم في المملكة الى ادنى مستوياته منذ تسعة عشر شهر وتشاهدون في نشرتنا ايضا غدا انطلاق النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية اهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم بعث خدم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيته تهنئة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى الجلائي لبلاده تلقى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتصل بالعلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين عسب لتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بحث الصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياضة اليوم مع وزير الخارجية الامراكي انتوني بلينكن التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها أكد ولي العهد ضرورة العمل لبحث سبو لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء مؤكدا سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة وعقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مصار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروع وتحقيق السلام العادل والدائم كما شدد ولي العهد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية سلم سفير خادم الحرمين شريفين لدى الأردن نايفا ستيري اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواف فيليب لازاريني شيكا بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة مليوني دولار لتتمكن من مؤصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق من جانبها حضرت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة الأنرواف من أن أكثر من مليوني شخص في غطاء غزة يواجهون خطر نفاذ المياه بشكل أصبح يهدد حياتهم وشرت الوكالة الأممية إلى عدم السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة منذ أسبوع داعية سلطات الاقتلال الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين المحتمين بمنشآتها بأنحاء قطاع غزة هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلية في قطاع غزة إلى أكثر من ألفين وثلاثمائة قتيل وأكثر من تسعة ألاف وسبعمائة مصاب وذلك منذ بدء دائرة العنف في السابع من أكتوبر الجاري بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية أكانت الصحة الفلسطينية تؤكدت سقوط ثلاثمائة قتيل معظمهم من النساء والأطفال في غزة يوم أمس السبت دانت منظمة الصحة العالمية بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالجه أكثر من ألفين مريض شمال غزة مؤكدة أن الإجلاء الإجباري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة عدعت المنظمة قوات الاحتلال للعدول فورا عن أوامر إخلاء المستشفيات وإلى حماية المنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي والمرضى والمدنيين ترجمة نانسي قنقر استعرض الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ووزير الدولة للشؤون الخارجي عادل الجبير خلال زيارته لجمهورية نيجيريا العلاقات الثنائية بين البلدين بحثا أوجه تعزيزها ونقلها نحو أفاق أرحى بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار عبر وزير الدولة للشؤون الخارجي عن شكر وتقدير المملكة لدعم نيجيريا لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض مثمنا نعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم دعم وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لعام 2034 انطلقت اليوم في الرياضة عمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة تحت شعار بيئة قانونية لعمل مستدامة ويناقش المؤتمر الذي سيستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري عددا من المحاول الرئيسة بات العلاقة بقطاعات الرياضة والسياحة والاستثمار والمعاملات المدنية كما سلت الضوء على اكتشاف التمكين المهني عدوره في تعزيز قطاع العمال والاستثمار وأثر التشريعات والأنظمة وتطورات القانونية الحديثة ولتفاصيل أكثر مشاهدين الكرام حول هذا المؤتمر ينضم معنا مراسل أخبار السعودي الزميل خالد التيميمي خالد أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة ثم خالد ماذا عن هذا المؤتمر وما هي أبرز محاوره وأجنداته وكذلك من هم المشاركون فيه تفضل خالد مساء الخير لك يوسف ولسادة المشاهدين من قاعة المؤتمرات في مركز الملك عبد الله المالي ينطلق المؤتمر السعودي للقانون هذا المؤتمر الذي ترتكز جل أهداف على قطاعات الرياضة والسياحة والمعاملات المدنية والاستثمار هنا العديد من المهتمين والمحامين وكل من له علاقة بالقانون في هذه القطاعات يتواجدون في هذا المؤتمر لحصر التحديات ومعالجتها وكذلك مناقشة أبرز التفاصيل فيما يتعلق بهذه القطاعات في جلسات العمل خلال أيام هذا المؤتمر بداية من هذا اليوم وانتهاء بإذن الله يوم الثلاثة القادم طبعا مزيد من التفاصيل حول انطلاق هذا المؤتمر ورحب بضيفي الأستاذ ريان قربان نائب رئيس لجنة المحامين بمنطقة الرياض نرحب فيك ونتكلم اليوم عن هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر غني عن التعريف في نسخة الخامسة ما هي الأهداف التي يركز عليه هذه الموسمة؟ أهلا وسهلا نخوية الغالي طبعا المؤتمر السعودي القانون في نسخة الخامسة بحضور محامين دوليين لأول مرة بكل أمانة يتكلم عن محور الاستثمار ومحور القانون الرياضي وقانون السياحي في محاور والأهداف التي يهدف لها هذا المؤتمر السعودي القانون هو الرفع الوعي القانوني لدى المحامين وأيضا رفع البيئة القانونية من تشريعات ومن محاور قانونية خاصة في بيئة تتطلب تسارع كبير في الأنظمة القانونية ونحن في عصر ذهبي في القانون وفي تطورهم نشهد تطور كبير في الأنظمة القانونين الرياضية قانون الاستثمار القانون السياحي والهدف هو مساعدة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول للاستثمار السياحي وسط بيئة قانونية مستدامة وقوية ومتطورة أشاهد يعني العديد من الأسماء التي لها الأسم الكبير فيما يتعلق بالقانون سواء في القطاع الرياضي أو غيره اليوم جلسات أو ورش العمل وهذه الجلسات ما هي أبرز الأشياء التي ترتكز عليها؟ طبعا الحضور كبير جدا من قامات مهنية من دول الخليج ودول العربية نتكلم عن المحاور اليوم السبت عن قانون الاستثمار غدا القانون السياحي يوم الثلاثاء إن شاء الله عن قانون الرياضي بشكل مستفيد وجلسات وورش متعمقة ومتخصصة الأنكاسات المستقبلية لهذا المؤتم في نسخة القامسة اليوم الحضور مبسوط جدا مستمتع بالمحاور أكيد نتائج اليوم المحاور بنتائجها بتبان على أرض الواقع من قانون رياضي ومن قانون سياحي فصدقني المستقبل كبير في القانون السياحي والرياضي السيد ريان قربان وأنت نائب رئيس لجنة المحامين بمنطقة الرياض شكرا جزيلا لك شكرا لكم الله أعطيكم العافية إذن يوسف كما ذكر ضيفي المستقبل كبير وكبير جدا فيما يتعلق بالقطاع الرياضي والقطاع السياحي ووضع يعني أجندة واضحة وصريحة للعديد من الخبراء والمختصين فيما يتعلق بهذه القطاعات هذه الأجواء من هنا عودة من جيد لك يوسف نعم الزميل خالد التميمي وأنت مرسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد هذا المؤتمر مؤتمر القانون شكرا جزيلا لك هذه التغطية خالد وشكرا أيضا لضيفك الكريم على ما أفادنا به خلال هذه المشاركة عن هذا المؤتمر شكرا جزيلا لكم مرة أخرى تبدأ وزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة هو الذي تضمن مخالفات الأنشطة التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسب المبيعات ومخالفات البيع ومخالفات المشئات الصحية وأيضا مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية ومحطات الوقود وشحن المركبات الكاربائية ومخالفات المباني أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة إلى 1.7 من مئة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022 والذي بلغ 3.1 من مئة ووضحت هيئة الإحصاء لتباطئ معدل التضخم من 2.0 من مئة في أغسطس إلى 1.7 من مئة في سبتمبر ويعد هذا التراجع لمعدل التضخم في المملكة والأدنى منذ 19 شهر ينطلق غدا معرض صنعاء في السعودية في نسخته الثانية والتي تستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري تحت شعار الصنعة السعودية استهدفوا للمعرض مشاركة أكثر من مئة شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتركيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعة البحرية وغيرها حيث تعد فرصة للشركات الوطنية لتقديم صناعتها وابتكاراتها من قطاعي السلع والخدمات هذا وتحل جمهورية العراق ضيف شرف في النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية بمشاركة أكثر من 24 شركة عراقية من قطاعات متعددة في معرض يضم أكثر من مئة شركة وطنية مشاركة وستقام أعمال المحرض تحت شعار الصنع السعودية في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الرياض ارتفع عدد المدارس المستهدفة في مبادرة ساعة الذكاء الاصطناعي بمختلف مناطق المملكة إلى أكثر من 8000 مدرسة حكومية وأهلية اعتهدف المبادرة إلى توعية طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حول الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور كما تسهم في تحفيز الأجيال على التقدم في عالم التقنيات الحديثة تختتم اليوم منافسات بطولة ليف جولف جدة بمشاركة 48 من نخبة لاعب الجولف عالمية على ملاعب ريال جرينز في مديرة الملك عبدالله الاقتصادي تعد البطولة الحدثة الثالثة عشر لضمن رزنامة بطولات ليف جولف لهذا العام حيث تشهد تنافساً قوياً بين اللعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل نجح الأسترالي مارك ليشمان في انتزاع صدارة منافسات الأفراد بعد ختام اليوم الأول من بطولة ليف جولف جدة والتي يحتضنها ملعب نادي ريال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 48 لاعباً يمثلون 12 فريقاً ضمن دور ليف جولف لعام 2023 واستطاع ليشمان لاعب فريق ريبر أن يسجل خمس ضربات تحت المعدل منحته الصدارة وصرح الأسترالي ليشمان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية منافسات اليوم الأول قائلاً كان الأمر صعباً جداً مع وجود الرياح وكان من الرائع أن أتمكن من وضع الكرة باستمرار في منطقة المنتصف لعبت اليوم بشكل جيد جداً ونجحت في تسجيل بعض الضربات القصيرة إنه أمر جيد وشهد اليوم الأول تفاعلاً واسعاً من الجماهير الذين استمتعوا في مشاهدة اللاعب وتواجدوا في منطقة فعاليات الجماهير التي تضم العديد من الألعاب التفاعلية للأطفال والكبار المكان هنا رائع لا ربما الجوحار بعض الشيء ولكن المكان مناسب جداً للأطفال والبطولة رائعة اسمي ماريانا وأنا من الإرجنتين ومقيمة هنا في المدينة الاقتصادية وهذه ثاني سنة على التوالي أحضر فيها بطولة ليف جولف المكان جميل والفعاليات والألعاب المصاحبة للبطولة عجبتني جداً عبدالعزيز الدريس مدينة الملكة عبدالله الاقتصادية ولتفاصيل أكثر مشاهدين الكلام حول هذه البطولة ينضم معنا من محافظة جداً مرسل أخبار السعودي الزميل عبدالعزيز الدريس عبدالعزيز أهلاً وسهلاً بك ابتداء إلى هذه النشرة ثم خذنا في أجواء هذه البطولة وقلنا عن كيف هو سير منافساتها خاصة وهي توشك على الختام هذا اليوم تفضل عبدالعزيز صحيح مساء الخير عليك يوسف البداية على مشاهدين أخبار السعودية نحن نعيش اللحظات الأخيرة في أن يستل الستار على بطولة ليفغولف جداً التي استصدفها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحديداً في بلعب وندي الرويال جرينز حتى الآن يتصدر الأمريكيين تايلر جوتش وأيضاً بروكس كيبكا تعادلوا في النتيجة في الجولة الأخيرة وعادوا الآن في طور إعادة اللعبة الفاصلة بينهم في الحفظ رقم ثمانية عشر لنتبكى بمعرفة بطل هذه البطولة في نسختها الثالثة عشر والتي تصديفها المدينة الاقتصادية للمرة الثانية على التوالي وسط حضور جماهير كبير وتفاعل العالمي من أيضاً وسائل الإعلام العالمية والمحلية المتواجدة هنا يعني في انتظار معرفة الفائز يوم أمس شهدنا تصدر الأمريكي بروكس كيبكا وحيداً اليوم شاركه مواطنه تايلر جوتش ونعرف بعد قليل يعني بعدما يقارب العشر دقائق من الآن يمكننا معرفة الفائز ببطل بطولة ليفغولف جداً أيضاً لو نتحدث عن المناطق الترفيهية التي يتواجد فيها الجماهير سواء من منطقة الجماهير أو أيضاً في تنوع حفر الملعب الذي يتكون من ثمانية عشر حفرة ويعني الحفرة رقم ثمانية عشر هي التي يحدث فيها ختام اللعب ومعرفة أيضاً الفائز في هذه البطولة وهي المتواجدين فيها الآن بروكس كيبكا وأيضاً مواطنه تايلر جوتش ويعني في الساعات القادمة إن شاء الله سأكون معكم لمعرفة التفاصيل أكثر عن الفائز ونواكب أيضاً التتويج بإذن الله يوسف نعم الزميل عبد العزيز إدريس وأنت مرسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من جدة شكراً جزيلاً لك عبد العزيز على هذه التغطية وإطلاعنا على منافسات هذه البطولة حتى الآن شكراً جزيلاً لك مرة أخرى أطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جيسفت في الجبال مبادرة ذوقيات جيسفت والتي تهدف إلى تعزيز قيم الذوق العام في المجتمع وتقوم المبادرة على جعل الفن معبراً عن قيم الذوق العام وساهماً في رفع مستوى الوعي بالسلوكيات الذوقية من خلال قامة العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية التي تستهدف مختلفة فئات المجتمع والتعايش مع الذوق كأسلوب حياة يتجلى في الممارسات الفنية لتفاصيل أوسع مشاهدين الكرام عن هذه المبادرة مبادرة ذوقيات جيسفت تنضم معنا عبر الهاتف مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في الجبال الأستاذ نادية الاعتيبي أستاذ نادية أهلاً وسهلاً بك إلى نشرة الظاهرة ثم في المبتدى أستاذ نادية دعينا نتحدث عن هذه المبادرة فكرة وأثراً ومستهدفاً يا أهلاً وسهلاً حياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير يسعدنا التواجد معكم إن شاء الله مبدئياً نحن في جسفة الجبال سعيدين جداً بإطلاق مبادرة الذوقية جسفة الجبال الهدف منها تعزيز ثقافة الذوق العام قبل أتكلم عن ثقافة الذوق العام أحب أوضح معنى ثقافة الذوق العام هي مجموعة قيم ذات معايير وأخلاقية عالية تبناها المجتمع وتؤثر في تقديره للأشياء والجمال أنا كفنانة في مجمعية فنية تشكيلية أرى أن الذوق العام يلعب دور مهم جداً في تحديد ما يعتبر جميل ومقبول في هذا المجال الهدف بعمل ممارسات والسلوكيات الفنية لأجل تعزيز ثقافة الذوق العام في المجتمع وشكل عام حتى يكون سلوك وأسلوب حياة يعني ما ما تكون فعالية لفترة مؤقتة ولا فترة معينة يعتبر سلوك وأسلوب حياة مستمر ومستدام تنطلق هذه المبادرة أيضاً لدينا لإيجاد تجارب فنية مشاركة مع الفناني للإسهام في التشديد وأهمية الأعمال الفنية للتعبير عن الذوق العام تنمية حس المسؤولية والانتماء تجاه جميع الأماكن العامة باعتبارها مكتسبات وطنية أيضاً الارتقاء بمستوى السلوكيات الذوقية العامة لدى الأفراد دعم مشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الفنية ذات القيمة الجمالية بسألتني عن طريقة والآلية عبر عدة مراحل تشمل التوعية المباشرة بأسلوب الذوق العام عن طريق قرش فنية فعاليات هادفة تهدف لتحسين المشهد الحضرية لإطفاء طابع جمالي في المرافق العام والحيوية أيضاً إقامة معارض فنية تسهم في التعبير عن ثقافة الذوق العام تتكامل جهود ما في الجمعية السعودية مع جهود شركاءنا في هذه المبادرة هناك شراكات قائمة ستتمر بإذن الله قريباً عن فعالية تعبر عن قيمة الفن والذوق العام طبعاً شركاءنا في المدينة جميع الأفراد قطاع التعليم القطاع الصناعي جميع الأعمار كانوا صغاراً أوكيبام وهذا الهدف من المبادرة تنمية الذوق العام في المجتمع بإطار وأسلوب فني أيضاً من خلال المعارض الفنية يتم من خلال نتوجيه الأفراد بصرياً وسلوكياً للمشاركة واختيار أعمالهم الفنية المفضلة لديهم لتقييمها كصورة معبرة عن الذوق بعد ذلك يتم تحديد الأساليب والتقنيات المفضلة التي تعكس اهتمام المجتمع وذوقهم مثال بعض المجتمعاتنا في المملكة تتميز بالفنول التشكيلية والأساليب المعينة أو الموضعات التاريخية في القهوة السعودية تنظر لعمل معين مثلاً أنت لوحة فنية تشكيلية فيها طريقة التعامل مع القهوة السعودية طريقة تقديمها للضيف طريقة تقديمها لكبار السن قبل صغار السن لما ترى هذا المنظور في عمل فني جميل على طول يتبادل لبهنك أنتماء ناحية الزوق ناحية الجماليات يصبح لديك رغبة أن تنتشر في المجتمع يتعلمه الصغير قبل الكبير الصورة دائماً تغني عن ألف كلمة نعم أستاذ نادي هل ترون أنكم تنجحون فعلاً يعني عبر مثل هذه المبادرات في تطويع الذوق ليتمهى مع الحياة ومتغيراتها وأيضاً تباين الأحياء وكذلك تباين المتغيرات في هذه الحياة طبعاً بشكل كبير جداً أنا دائماً أقول أن الذوق والفن التشكيلي وجهان لعملة واحدة جميعها تسهم في رفع ذائقة المجتمع دائماً ما خالط الفن شيئاً إلا زانه ولا خالط الذوق العام شيئاً إلا على وارتق به والله سبحانه وتعالى عندما مدح رسوله عليه الصلاة والسلام مدحه بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم دائماً الأخلاق تأتي بالذوق بشكل عام يعني ما تجد إنسان خلوق إلا وتجدها للذوق الفن يرتقي بالإنسان ويلطف حواسة يلطف تفكيره يلطف نظرته للأمور حتى يلطف نظرته في بيئته الداخلية دائماً تجده يحب أن يكون البيئة حواليها مرتبة نظيفة سلوكياتها مع الآخرين طريقة تعامل في عمله في منزله في الشارع حتى مع الجميع يبد أن يتحل بالذوق العام ما بالك أن يكون فنان نعم صحيح الأستاذة نادية الاعتبي وأنت مديرة فرع الجمعية السعودية للفنون التشكلية في محافظة الجبال شكراً جزيلاً لك أن كنت معنا في هذه النشرة أطلق تجمع القصيم الصحي حملة رايتك وردية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي في مدينة بريدة وذلك تزامناً مع الحدث العالمي للتوعية في شهر أكتوبر نتابع هذا التقرير في حملة توعوية حول سرطان الثدي قام تجمع القصيم الصحي بدوره التثقيفي في مدينة بريدة عن طريق عربات متنقلة لاستقبال الزوار للتوعية والتثقيف والاستفادة من خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي طبعاً ترى سرطان الثدي له أسبابه له أسباب وراثية أسباب تغذيوية أسباب سلوكية أسباب السلوكية من أهمها عدم الرضاعة الطبيعية نوه عليها غالباً في مرحلة العشرين والثلاثين هذه مرحلة الإنجاب لدى النساء فالمرحلة هذه لازم نحذ ونحرص على الرضاعة الطبيعية لأنها من أهم مسميبات عدم الإصابة بالسرطان حملة عنوانها راية سكوردية تأتي في شهر أكتوبر من كل عام لحث سيدات المجتمع على الفحص المبكر والالتزام بإجراء الفحوصات السنوية والاهتمام بالصحة العامة ننوه ونثقف على الأحبة أن الفحص مقتصر أو أن نأكد على أهميته فوق سنة الأربعين لا يقبل شخص إذا جاء أعراض يروح يبادر بالفحص لا الفحص من سنة الأربعين هذا يكون حماية أكثر نسبة الشفاء في الفحص المبكر 95% في الفحص المبكر الأعراض تأتي في مرحلة متقدمة في أيضا نسبة تشافي لكن تكون قليلة بخلاف الفحص المبكر يعد شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان التدي وتواكب مدينة بوريدة الحدث العالمي بإطلاق هذه الحملة لتعم أرجاء محافظات منطقة القصيم وقراها عبد المجيد الرواقي للإخبارية مدينة بوريدة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وإليكم موجز بأهمة آخر الأخبار التي وردت معنا في هذه النشرة حتى الآن حيث ورد معنا بعث خادم الحرمين الشريفين والسمو للعهد برقية تهنئة لرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكر الجلاء لبلاده وكذلك تلقي سمو للعهد رسالة خطية من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشغيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة كما عرضنا لكم بحث سمو للعهد في الرياضة اليوم مع وزير الخارجية الأمريكيان توني بلينكين التصعيد العسكرية الجاري حاليا في غزة ومحيطها قد أكد سمو للعهد على ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي رح ضحيتها الأبرية كذلك عرضنا لكم وتحت شعار بيئة قانونية لأعمال مستدامة انطلاق الأعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة في الرياضة اليوم والذي يستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري كذلك عرضنا لكم بابتداء وزارة تشعون البلدية والقروية والاسكان اليوم العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة وكذلك يظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة إلى 1.7 من مئة خلال سبتمبر الماضي مقارنة في الشهر المماثلي من عام 2022 والذي بلغ 3.1 من مئة وأخبرناكم عن انطلاق محرض صنع في السعودية غدا في نسخته الثانية والتي تستمر حتى التاسع عشر من أكتوبر الجاري تحت شعار الصنع السعودية هذه الأخبار المناطق حيث دشن صاحب السمو الملكي لبن محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي بحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة دكتور بندر السجان عفريق اعداد الخطة الاستراتيجية في المعهد حيث استمع السمو 2 تلتشي لشرح عن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي سبل تعزيز التعاون المشترك بين إمارة المنطقة والمعهد لتحديد احتياج الإمارة في مجال التحول الرقمي التقى صاحب السمو الملكي لمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقة الرياضة الرئيس الفخري لمنتدى الرياضة الاقتصادي رئيسة متلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان ومتلس أماناء منتدى الرياضة الاقتصادي حيث استمع سموه لشرح مفصل عن نتائج دورة العاشرة لمنتدى الرياضة الاقتصادي التي عقدت نوفمبر الماضي ودورها في تعزيز أسس الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات كما اطلع على أبرز ما تناوله المنتدى في دورته السابقة من دراسات ومخرجات والتوصيات التي خرج بها المنتدى في هذا الصدد إلى جانب استعراض الدراسات المزمع طرحها في الدورة القادمة للمنتدى هنأ صاحب السمو الملكي لامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية طلاب الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية الذي يقيم في سنغافور وذلك خلال لقائه بمدير عام التدريب التقني والمياني في المنطقة المهندس بدر العبد الواحد تسلم صاحب السمو الملكي لامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لمركز الحماية الأسرية وحماية الطفل في المنطقة جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القصيم عبدالله السباعي حيث استمع السموه لشرح عن إحصاءات الحالات التي تعامل معها المركز والمبادرات الاجتماعية والمحاضرات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي للحد من العنف الأسرية اطلع صاحب السمو الملكي لامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل خلال زيارته منتزه السمراء السياحي على إنجاز المرحلة الأولى والثانية للمنتزة مشيدا بما شاهده من جهود تطويرية عزاح السموه استطار عن لوحة التذكارية لإفتتاح مطل موقدة حاتم الطائي أعلى جبال السمراء الذي يتيح للزائرين إطلالة جوية بنورامية على مدينة حائل التقى صاحب السمو الملكي لامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مدير جمرك جديدة عرعر المعين حديثا عامر الغامدي حيث جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الجمارك في منفذ جديدة عرعر دشان سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مبادرة وحدة الصف واجتماع الكلمة التي تطلقها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد في المنطقة ناصر أرويلي تشمل المبادرة على مجموعة من المناشط التي تؤكد أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد المباركة رعى صاحب السمو الملكي لامير تركي بن هدلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران الحفل الختمي لمهرجان نجران الأول لمزاد الإبل ونوه سموه بالدعم غير المحدود والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الإبل الذي يشكل إرثا سعوديا مهمة معكدا أن تنظيم مثل هذه المهرجانات والمزادات يعد فرصة سانحة لملاك الإبل لعرض إنتاجهم بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية اختتمت في منطقة حائل مسابقة بادلوان التصنيفية برعاية صاحب السمو الملكي لامير فيصل بن فهد بن مجران بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل لتفاصيل أكثر حول ذلك إليكم هذا التقدير نتابع نظم في منطقة حائل مسابقة بادلوان التصنيفية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مجران نائب أمير منطقة حائل وذلك بمقر بادلوان بمنطقة حائل واستمرت لمدة ثلاثة أيام بإشراف لجنة بادل السعودية وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة وتهدف المسابقة التي تعد الأولى على مستوى المنطقة لرفع مستوى ممارسة اللعبة والتعرف عليها بالإضافة لتعزيز الصحة البدنية والذهنية والنفسية لممارسة اللعبة الحمد لله نجحنا بهذه البطولة كأول بطولة رسمية منطقة الشمال الأمانة كان في حضور في مشاركين من منطقة حائل وخارج حائل الأمانة كان مستوى رائع جدا وكتنظيم الأمانة توفقنا بتنظيم بدعم وزارة رياضة حائل أنا لعب محترف سابق في ورد بدل تور أنا هنا أول مرة أأتي مدينة حائل إنها مدينة جميلة رائعة البطولة كانت جميلة تنظيم البطولة كان جدا رائع هناك لعب ممتازين هناك لعب على مستوى عالي جاءوا لعبه في البطولة أتوقع أن شيء جميل من حكومة المملكة العربية السعودية إنها بتستثمر في لعبة البادل إنها لعبة شهرة عالية لعبة البادل من رياضات المضرب التي تمزج بين التنس والسكواش انتشرت بشكل واسع بالمملكة لسهولة لعبها ويمكن للجميع المشاركة فيها بشكل جماعي وفي ختام البطولة تم تكريم الفائزين ومن ثم كرم الرعاة لدعمهم للرياضة والرياضيين بحيث تصبح منطقة حائل من المناطق الرياضية من الدرجة الأولى لأخبار السعودية سلطان الشعيب حائل ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد في جزان البرنامج الدعوي لمحاربة الفكر الضال الذي انطلق الأربعاء الماضي واستمر لمدة شهرين ويضم العديد من المحاضرات والندوات والجولات الدعوية ولتفاصيل أوسع مشاهدين الكرام معه لا هذا البرنامج ينضم معنا مباشرة مرسل أخبار السعودية الزميل تركي الحربي تركي أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة ثم تركي هل لا بسط لنا والمشاهد الكريم عن هذا البرنامج ثم ما هي أبرز مستهدفاتي وفعالياتي خلال هذين الشهرين تفضل تركي أهلا وسهلا 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 وعليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات على قناة السعودية الأولى نعم أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشال في منطقة جازان البرنامج الدعوي لمحاربة الفكر الضال هذا الفكر الذي يهدد من الأوطان وأيضا يفكك المجتمعات يستمر هذا البرنامج لمدة شهرين عبر محاضرات وكلمات وأيضا منشورات وعدد من الأنشطة التي تحذر من هذا الفكر الخبيث للحديث أكثر عن هذا البرنامج انضم معنا على الهواء ضيفنا العزيز الشيخ سامة مدخلي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أهلا وسهلا بك الشيخ سامة سعيدين وجودك معنا على شاشة قناة السعودية بداية حدثنا عن هذا البرنامج الدعوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله ثم ما بعد أهلا وسهلا بكم في مقر فرع وزارة الشيخ الإسلامية في منطقة جازان شاكر لقناة السعودية الأولى تسلط الضوء على هذا البرنامج النوعي الذي تنفذه الوزارة ممثلة في فرعها في منطقة جازان وليس غريبا على قناة السعودية الأولى قناة الوطن يعني بأن تعنى بمثل هذه البرامج التي تعنى بالأمن الفكري برنامج محاربة الفكر الضالي الذي أطلقه فرع الوزارة في منطقة جازان هو برنامج عبارة عن عدة مناشط دعوية من محاضرات كما أسلفت وندوات وكلمات وعضية وكذلك مقاطع فيديو قصيرة ودورات تدريبية ورش عمل يستمر لمدة شهرين ابتدأناه يوم الأربعة ليلة الأربعة بمحاضرة افتتاحية وكانت لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بازمول مفوض الإفتة في منطقة مكة المكرمة بعنوان أهمية التمسك بالكتاب والسنة في محاربة الإرهاب ومحاربة الفكر الضال يستمر البرنامج بعمل محاضرات على جانبين الجانب الرجالي والشق النسائي وأيضا عدة برامج مصاحبة كما أسلفت من ورش عمل ومن دورات تدريبية نعم شيخ أسامة نعلم أن هذا الفكر الضال يستهدف فئة الشباب وخاصة الفئة الناشئة في سن المراهقة ما هي برامجكم في توعية الشباب وتحذيرهم من هذا الفكر الخطير يقوم الفرع والله الحمد بجهود عظيمة بمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف أهل الشيخ يحفظه الله بحث الفرع على مزيد من البرامج النوعية في محاربة الفكر الضال والله الحمد أقام الفرع عدة برامج تُعنى بمحاربة الفكر الضال ومحاربة كل من يريد المساس بأمن وعقيدة وأمن وأمان هذه البلاد المباركة ولله الحمد من هذه البرامج هذا البرامج النوعي محاربة الفكر الضال الذي سيتم حول الله عز وجل توزيعه على جميع محافظات المنطقة من عمل ندوات في كل محافظة وكذلك سيهتم اهتماما بارزا في أهمية مكافحة محاربة الفكر الضال الإلكتروني عبر الشبكات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو عبارة عن كشف الشبهات التي يستخدمها هؤلاء المجرمين من أصحاب الفتان وأصحاب الجماعات الإرهابية وأصحاب التنظيمات الإرهابية لإمرار هذه الشبهات على الشباب والشابات هذا الوطن وكشف هذه الشبهات بالأدلة وبالبراهين الشرعية التي بفضل الله عز وجل يوجد لدينا علماء في هذه البلاد المباركة يستطيعون البيان والتبيان للمجتمعات عن الفكر الصحيح والمنهج الوسطي الذي تتبنى هذه الدولة المباركة وتسعى لنشره العقيدة السمحة الوسطية التي لا غلو فيها ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط والله الحمد جميل جداً شيخ سامة ما هي رسالتكم للمجتمع في حفظ الأبناء من هذا الفكر الخبيث حقيقة الكل راعي وكل مسؤول عن رعيته يعني المعلم راعي ومسؤول عن طلابه في فصله ومدير المدرسة كذلك وشيخ القبيلة والآباء والأمهات في بيوتهم فكل راعي وكل مسؤول عن رعيته وأوصي نفسي وأوصيهم يعني بالحرص كل الحرص على تتبع الأبناء والبنات من الدخول إلى المواقع المبتدعة قد يهتم تهتم الأسرة بعدم دخول أبنائها لتلك المواقع المخلة بالآداب ولكن الأشد والأهم هو الحرص على عدم دخول هؤلاء للمواقع المبتدعة وخصوصاً في هذا الزمن الذي صار العالم فيه يعني مكشوف للجميع عبر وسائل التواصل من تويتر وغيرها فالشبهات تزيد والفتن تزيد ونحن والله الحمد يعني في هذه البلاد المباركة مجتمع واعي والله الحمد فقط من باب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين شكراً لك شيخ ساما ونشكر لكم جهودكم في محاربة هذا الفكر الضال الذي يستهدف فئة الشباب وأيضاً يستهدف أمن الأوطان ويفكك المجتمعات ونحن نشكر لكم متاحة هذه الفرصة وحضوركم المبارك الذي هو أيضاً من المساهمة الفاعلة في إيصال محاربة هذا الفكر ودحر هذا الفكر وتجفيف بإذن الله عز وجل منابع هذا الفكر الضال من كل جوانب شكراً لك شيخ ساما نعم زميلي في الستوديو نعم أعزائي المشاهدين والمشاهدات عبر شاشة قناة السعودية الأولى كان هذا هو حديث ضيفنا العزيز الشيخ ساما مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان عن البرنامج الدعوي لمحاربة الفكر الضال هذا الفكر الخبيث الذي يهدد الأوطان كما أسلفنا ويفكك المجتمعات كان هذا هو حديث ضيفنا حيث أن البرنامج يستمر لمدة شهرين يبدأ يوم الأربعاء الماضي سيكون في هذه المدة عدد من البرامج والمحاضرات وأيضاً الخطب في التحذير من هذا الفكر الخبيث نعم شكراً جزيلاً لك نعم شكراً جزيلاً لك على هذه التغطية وشكراً أيضاً لضيفك الكريم على كل هذه الإفادة حول هذا البرنامج شكراً جزيلاً لكم مرة أخرى الثقافة والإرث التاريخي لهم الأثر المباشر على السياحة وتعد الدرعية من الوجهات السياحية الأولى لقصد مدينة الرياض نتابع هذا التخرير المعرض بمثابة فرصة مميزة لأصحاب الذوق الرفيع والمهتمين بخطوط الموضة والأزياء الحديثة والتراثية في ظل أجواء آسرة شهدها زواره أقيم المعرض بطابع جاذب وصد حضور شخصيات عامة بهدف إبراز الثقافة السعودية وإرث الدرعية الأصيل وما يمتلكانها من أثر واضح على الموضة المحلية والعالمية إضافة إلى دعم المواهب السعودية الشابة وتشجيعها في المجال حقق عرض الأزياء الليلة نجاح مذهل ويسألني الأشخاص لماذا قمت بأول عرض أزياء بهذا الحجم والجمال في الدرعية لأنها موطن الثقافة والتراث السعودي ومن يعرض الليلة واحد من المسممين الأزياء العظماء وهنا نعرض الأزياء والطعام والموسيقى والتصوير والفن في الدرعية لأنه لا يوجد إلا درعية واحدة فقط يستمر المعرض لإسبوع ويضم مجموعة أعمال فنية وإبداعية بأبعاد وتصاميم ومعايير فنية مميزة ويكتمل مزيج المعرض بمعزوفات الموسيقى وسط عبق الثقافة والإطلالة الفريدة على حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي ماجدة المتعب يقام مهرجان أجا وسلمة في منطقة حائل وهو مهرجان ثقافي يقام للمرة الثانية بتنظيم من وزارة الثقافة ويستمر حتى الحادي والعشرين من شهر أكتوبر يهدف المهرجان إلى تقديم محتوى ثقافي متنوع يترجم القيمة الثقافية للمنطقة ويحيي القيمة التاريخية والتراثية لمدينة حائل عبر تنشيطها ثنيا وثقافيا نتابع هذا التقرير بين جبال حائلة وطبيعتها انطلق مهرجان أجا وسلمة في نسخته الثانية لعام الفين وثلاثة وعشرين لتجربة مختلفة تعكس الألوان الثقافية لمنطقة حائل وارتبطت هوية المهرجان بالخط الثمودي باعتباره عنصرا جماليا يدل على عراقة المكان وزارة الثقافة تهدف من خلال هذا المهرجان إلى الإسهام الفني والثقافي المرتبط بالصحراء وتعزيز تواصل الإنسان ببيئته واستكشاف سحرها وتسليط الضوء على إرثها المبهري دعما لإستمراريتها وتوريثها للأجيال القادمة إلى جانب إحياء التراث غير المادي والموروث الثقافي لمدينة حائل تحظى أقسام المهرجان بعدد كبير من الزوار بداية من المعرض الغني بثقافات أرض حائل والأحجار الأثرية التي نقشت فيها الخطوط الثمودية إلى جانب المسرح الذي يقدم العروض التقليدية السعودية إضافة إلى عروض أدائية من بلدان صحراوية أخرى المهرجان تضمن تفعيلات ثقافية عدة تتنوع ما بين الأدب والموسيقى والفن والخط والفنون الأدائية التراثية سعاد شمري حائل حظر الدفاع المدني من استمرار فرص هطول أمطار الرعادية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل ودعا إلى ضرورة البقاء في أماكن أمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول المستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها فضلا عن الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعية هذا وقد توقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعادية المتوسطة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من المناطق الجنوبية ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق ترجمة نانسي قنقر 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 مشيرا إلى البحارة لم يسلموا أيضا من تلك الألغام التي نشرها الحوثيون طبعا الألغام التي انتشرت وسببت في انتشارها الميليشيات الحوثية أدت إلى ضحايا كثيرة بين المدنيين الذين كانوا هم الضحية الأولى والكبيرة جدا في هذا المجال نحن لدينا هناك تسجيل لما استطعنا الوصول إليه لبعض الضحايا الألغام من شهداء ومن مبتور أطراف ومن أيضا معاقين من الأطفال ومن الانبساء هذه هي نسبة كبيرة جدا أضف إلى ذلك إلى نسبة للشباب في هذه المناطب الكارثة الأخرى التي سببتها الألغام هي حرمان المدنيين والمزارعين من استصلاح أراضيهم الزراعية التي يعتمدون عليها وقال أمين العقلي إن الأمم المتحدة أوقفت التمويل عن عمليات نزعل الغام بشكل غير مبرر مؤكدا أن السبب يعود لجوانب سياسية لا تصرح بها منظمات الأمم المتحدة اليون دي بي طبعا نحن في الوضع الحالي أصبح وضعنا معهم وضع يعني مزري جدا وللأسف أن القطع هذا لم يكن مبررا ولم نكن يعني فعلا مقتنعين بأن ما كانوا يقولونها لنا بأن هو أنخفاض الدعم من المانحين ولكن أنا أعتقد أن هناك فيه جوانب سياسية قد تكون بعض منها يعني غير ظاهر لنا ولكن ما استشفينا من خلال محادثتنا معهم للأسف أن هناك فيه عملية ما يشبه عملية الابتزاز في هذا الجانب ولكن نحن سنستمر وسنظل نعمل فهي في الأول والأخير هي بلادنا وهؤلاء هم أهلنا وشعبنا ولا يمكن أن نتخلى عن مهمتنا الإنسانية في عملية النزع والتطهير وقدم العقيل شكره للبرنامج السعودي مسام الذي لم يتوقف يوم واحدا طيلة خمس سنوات منذ بدء العمل معهم بالشراكة الحقيقية مؤكدا اعتمادهم كليا على أعمال المركز بعد توقف دعم الأمم المتحدة طبعا المشروع السعودي وهذه كلمة حق أقولها لم يتوقف يوم واحد وأتخذ كافة التدابير بما أن لديهم تأمين في هذا الجانب وأستمرت فرقهم في هذا الجانب والحمد لله وأستطعنا أن نحقق إنجازات وننقذ حياة المدنيين التي هي هدف الأسماء للمشروع السعودي مسام إنقاذ حياة المدنيين من كارثة الألقام ومخلفات الحرب نشرتنا انتهت مشاهدين الكرام وفي ميل تذكير بأبرز ما شاء فيها سمو للعهد يبحث مع وزير الخارجية الأمراكية التصعيد العسكري في غزة تحت الشعار بيئة قانونية لأعمال مستدام عرياض تحتضن أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة تراجع معدل التضخم في المبلكة إلى أدنى مستوياته منذ تسعة عشر شهر غدا انطلاق النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية الشكر وثناء جزيلا لكم مشاهدي الكرام على كرم الإسرائي والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة